النجاح في العمل أمر أساسي لسعادتنا ورضانا عندنا تحسين الأداء الوظيفي يعتبر من الأمور الأساسية لتحسين سيرتنا المهنية معنا الدكتور مصطفى أبو الشيخ ليحكي لنا عن تحسين الأداء الوظيفي صباح الخير دكتور مصطفى صباح الخير شكرا لي هذه الفرصة التي أتيحتي لي حتى أتحدث عن أهمية الموارد البشرية وتحسين الأداء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كما يعلم الجميع الآن أصبح العنصر البشري في أي مؤسسة هو العنصر الحاكم في نجاح هذه المؤسسة فلا وجود الأداء الحديثة ولا وجود البنية التحتية المتقدمة كافي لأداء متميز والآن في ظل التنافس بين المؤسسات المختلفة وفي ظل الحرص على تحقيق أهداف ممتازة في أقل كلفة وزمن مناسب أصبح تحسين الأداء ضرورة لكل موظف ولكل شخص ليس في الوظيفة فقط بل أيضا في المنزل في الشيارة في كل شيء لو نعرف تحسين الأداء الوظيفة ما تعريفه؟ تحسين الأداء الوظيفة الآن في مفهوم الحديث يعني إكساب الموظف معارف ومهارات واتجاهات إيجابية تمكنه من القيام بعمله على أحسن وجه وبأقل الأخطار وبأحسن نتائج وبالتالي الحرص على تحسين الأداء لأنه يقلل الأخطار على العامل نفسه أو على الشخص نفسه يزيد الأرباح للمؤسسة أيضا بحسن من نوعية المنتوج أو المنتج اللي بتنتجه للمؤسسة وبالتالي لما نقول تحسين الأداء ليس فقط في الصناعة أو الزراعة بل أيضا في الخدمة لأنه أنت أي موظف في أي دائرة عندما تحسين أداءه سواء كان في الجمارك أو في التربية ولا ولا في أي مجال فيكون أداءه أسرع ونوعية الخدمة المقدمة أفضل أو السلعة أو المقدمة بتكون ممتعة يعني مقبولة لأنه الآن تحسين الأداء أصبح يركز على ركن أساسي اللي هو رضا العميل أو رضا الزبون أو رضا المستفيد من هذه الخدمة فمهما عملتي يعني افرض أنه أنت بذكرات ومؤسسات وكلمة النوع لكن يطلع العميل أو عندما يخرج العميل من المؤسسة يقول والله هذه المؤسسة أنا ما مش هذا مش راضي يعني فبالتالي ما كناش يعني حسننا الأداء في هذه المؤسسة بطريقة الممتازة والمناسبة طب كيف ممكن نختار الموظف نعرف أنه عنده معايير التطوير والنجاح يعني أنه حابب يحسن يعني في كثير أشخاص بيقتلوا حالهم على وظيفة معينة لكن لما يوصلوا خلينا نحكي لا للشغل البدهمية ما بيكون عندهم محافظ التحسين أشكرك على الملاحظة هاي لأنه من أهم نقاط تحسين الأداء الرضا الوظيفي إذا كان الموظف راضي عن موقعه عن عمله عن راتبه عن العلاقات المسؤولين عنه مع المرؤوسين بيئة العمل فبالتالي يعني يكون تحسين الأداء نتائج يعني ستتحقق بالتأكيد لكن إذا كانت الظروف العمل ليست بتلك الظروف راتب غير مناسب رئيس ديكتاتوري يعني لا يحسن التعامل مع المرؤوسين وبالتالي هذه نقطة مهمة طيب شو الإشارات لتراجع الأداء الوظيفي يعني لما بدنا نعمل تقييم للموظفين بقسم معين كيف نقدر نعرف أنه فيه تراجع عن بعض الأشخاص خلينا نأخذ مؤسستين مؤسسة يعني إنتاجية ومؤسسة قدمية لو جينا على مؤسسة مصنع إذا كثرت المنتجات اللي فيها عيب أي ناحية إذا فيه حداث أو حوادث للعاملين في المؤسسة إذا فيه أضرار بالصير إذا فيه خسائر للمؤسسة إذا فيه تأخر للموظفين بيجوا متأخرين وبروحوا قبل الموظفين يتأخر علامة أو طبعا من مؤشرات ضعف الأداء إذا كانت المؤسسة فيها وفيه نقطة مهمة التيرن أوفر للعاملين إذا مؤسسة كل أكم يوم ومرمجة واحد ومعينة واحد هذا خروج الموظف من المؤسسة وعدم استقرار وشعور الموظف بالأمن الوظيفي هذه إشارة سلبية للشركة نفسها ليس للموظف برضو تنعكس على الموظف هو الموظف إذا كان عنده رضا وظيفي يحسن أداء عمله راتبه كافي ومناسب وبالتالي المؤسسة تنجح وكذلك هو ينجح لكن إذا كانت المؤسسة زي ما حكينا قبل شوي فيها قيود صارمة والتركيز على قضايا شكلية أكثر منها قضايا إنتاجية وبالتالي كثير نظريات الآن وستراتيجيات في تحسين الأداء اعتمدتها الاستراتيجية اليابانية والاستراتيجية الأوروبية والاستراتيجية الأمريكية الآن استراتيجيات تركز على الفرد الإنسان يعطوه الأمن الوظيفي منذ التحاقه بالمؤسسة حتى وفاته فإذا دخلها فهو منتج لحين خروجه على التقاعد دكتور مصطفى ممكن في رسمة بتوضح بشكل أكبر العملية الإدارية رح نشوفها مع بعض لا تشرح لنا عنها هي هنا بتحكي عن العملية يعني العملية الإدارية تبدأ في اختيار الموارد البشرية منذ بدايتها يعني لما بدنا مؤسسة تعين موظفين أول شيء بدأت تعلن إعلانات وبالتالي يبدأ استقطاب ذوي المؤهلات والخبرة عندما يأتي هؤلاء العناصر يتم مقابلتهم الاختيار الأفضل والأنسب منهم والآن في طرق حديثة للاختيار في سوفت وير يخضع إلى المتقدم بعطينا مواصفات الشخص ومواصفات الوظيف اللي بدنا إياها فمثلا مواصفات المحاسب بتختلف عن مواصفات موظف العلاقات العامة بتختلف عن مواصفات المذيعة بتختلف عن مواصفات مقدم برامج وبالتالي بنختار النوع المناسب نحن كم نقطة حكينا من الموجودين على الشاشة التالت برضو بتم التعيين تحت التجربة بعد التعيين تحت التجربة يثبت الموظف ويخضع لعملية تنمية وتحسين أداء مستمرة لأنه متى ما يجي التحسين ليس فقط أنه يعني بيجي التحسين عند التحاق الموظف الجديد اثنين عندما أود أن أحسن إنتاج مؤسستي أو أحسن إنتاج خلنتي بيجي عند إدخال أجهزة ومعدات جديدة للمؤسسة بيجي عند بدي أنافس بدي أزيد إنتاجي بدي أحسن نوعيات وبالتالي بيصير عندي تحسين الأداء ضروري وبالتالي بعدها بيصير الترقية وصولا إلى لما الله يعطي العافية ويتقاعد ويخرج بمؤسسة وهنا بنحكي عن الوظائف الأساسية للموارد البشرية هي مراحل عملية كليتها يعني تقريبا من بداية الاستقطاب لبداية التعيين لبداية التنمية لما بدهم يعينوا الموارد البشرية كدهم يعرفون أن هذا الموظف ناجح وقابل للتعلم والتطوير هي الآن بحطه حسب الأنظمة هذا يوضع الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث شهر خلال ثلاث شهر أول شيء يطلب منه هو يقيم نفسه بعدين المسؤول عنه يقيمه بعدين المسؤول اللي هو مسؤول عنهم برضو يعطوه تقييم ويشوفوا تشيك ليست إليه يعني كل الأعمال فيه ثلاث طرق أساسية فيها شو الإنتاج اللي أنتجه شو تعامله مع الآخرين خلال هالفترة كان ملتزم كان منتمير المؤسسة يبين ما للعيقات الإيجابية فبالتالي يثبت إذا أثبت ذلك أذن لأنه شو أهم استراتيجيات التقييم والمتابعة المفروض تتبع أيضا في بعض الحالات بالعمل بيكون في تشابه بالمسميات الوظيفية وبطبيعة العمل فالأشخاص اللي منها خلينا نحكي ما بيبرزوا وبشكل عام بتكون الصورة سلبية لكثرة الأشخاص اللي مش عم بيعد وظيفتهم بشكل سليم السبب في ذلك أنه معظم مؤسساتنا يعني مش بس في العالم الثالثة أو في العالم العربي ما فيش ما يسمى بالوصف الوظيفي للموظف المؤسسات الراقية لما بيجي يتعين شخص من أول يوم بعرف ما هذه الواجباته وهل مؤهلاته وخبراته تناسب هذه الوظيفة الشي هي الواجبات الشخصية والواجبات المهنية والواجبات العامة يعني مثلا من الواجبات العامة أن يكون منتمي مخلص صادق أمين القضايا المهنية يعرف طبيعة العمل مثلا واحد طابعة لازم يتقن الطباعة يتقن التصميم المراسلات يمكن يتقن استخدام الكمبيوتر يتقن استخدام الآلات المستخدمة مع العقرية فبالتالي هذه القضايا تميز الذي يتقن من الذي لا يتقن هذه المعارات وهذا أيضا يعني استراتيجي جدا أنت تفضلتي أحلى شيء في التقييم أن يشعر الشخص أن يقيم نفسه بنفسه صح متى هذا الكلام بصير لما يصير ثقته بالإدارة البعض أنه إذا أقول لهم والله أنا عندي قصور في هذه النقطة وليس أقول لهم خاص ندور عهد حسن منك صح إذا كان في عدم ثقة لازم الإدارة تعطي الموظف ثقة ثقة فبصيره مسؤول عن حاله أكتر ليس حدا مسؤول وبالتالي يكون حريص أن يحسن من أداءه صح ويكون حريص أن يكون منتجا لذلك هو يشعر أنه مؤسسته نحن في مشكلة أنه الواحد لما يخرج من المؤسسة يقول لك بيت أبوي هاي المنتمي لمؤسسته المنتمي لوظيفته يحافظ عليها ويدافع عنها لذلك ليس الانتماء والولاء مطلق بس لا الولاء لمديرك الولاء لمؤسستك أن تدافع عنها أن تحفظ أسرارها أن تعمل ساعات العمل بجد هل أنت مع وجود الأنظمة والقوانين السارمة في محيط العمل يعني في مرات كثير أشياء بتحد من حرية الموظف في حيث حاله مش بأجواء عمل صحية أنت مع وجود القوانين أمضضها بشكل مطلق أو حسب طبيعة العمل والله هي في نظريات في هذا العمل في النظرية الإنسانية وكالنظرية وظيفية النظرية الإنسانية أنه يهمك الإنسان نفسه والعلاقات الإنسانية ويكون مرتاح في عمله وبالتالي بتفترض أنه هذا منتج أكثر النظرية الثانية اللي بسمها النوع التسلطية وديكتراتورية لا من الساعة كذا للساعة كذا وعلما أنه بقول لك أنه أحلاث النظرية أنه 80% من العمل يتم إنجازه 20% من الوقت صحيح و80% من الوقت ضايع وبالتالي أنا مع الموائمة بين الطريقتين صحيح يعني أنه لا المدير يكون إدارة رسلية كل موظف دير على حل شعره طبعا وليكون متشدد يكون نوع الإدارة الديمقراطية إدارة بالأهداف يتفقوا إياهم وإحنا مشكلة لدينا نؤمن أو تربينا أو نمارس العمل الفردي لو أتقن العمل الجماعي كفريق في مؤسستنا بنسير عنا ثقة في مديرنا ثقة بأنفسنا ثقرنا بزملائنا لذلك في كثير من القضايا يقول لك أنا أعطيني الشغل أنا أجلسها من الصع لكن لما تقول لهم ثلاثة مع بعض إن يجلسوا ثلاث قضايا فهذه تكون صعب عليها صحيح أشكرك دكتور مصطفى أبو الشيخ أخ السائب في التنمية البشري شكرا لحضورك إن شاء الله تكون هذه النصائح وصلت للإدارة ولموظفين شكرا لكم لهذه المناسبة وإن شاء الله ربنا بوفق الأردن بذات لأنه الآن في قطاع تطوير القطاع العام وفي عملية التحسين الوظيفي إن شاء الله شكرا لك كم نلعكم في دنيا يا دنيا بعد الفاصل سنحكي عن أحداث عالمية من حول العالم في مثل هذا اليوم شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم